السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متتبعي قناة شيوات فطيما مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد وصفة اليوم ان شاء الله غتكون عبارة عن صينية ماكرونة بالبشامل وايضا الخضروات والدجاج ووصفة صحية يمكن لكم تحضروها لمائدة الفطور رمضاني كيف يمكن لكم ايضا تستعنبها في العشاء وفي الايام العادية يمكن لكم تحضروها للغضاء او العشاء فهي وجبة متكاملة صحية انتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها فدبا نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتع فبسم الله على بركة الله كمرحلة اولية غادي نبدأ بمكونات الحشو فعند هنا يتوابل قليل من التحميراء البابريكا الابزار اي الفلفل الاسود الكركم اي الخرقم عود وشكنزبير اي الزنجابير القليل من القزبور المعدنوس فص كبير من التوم محكوك زيت نباتية ملح قطع الدجاج اللي كتكون صغيرة على هاد الشكل وايضا بصالة مفرومة ناعما وعندي خضرات مشكلة حسب الرغبة وليك تبغيه فعندي هنا القرع الاخضر اي الكورجيت وعندي فلاف الالوان ففلة الخضراء والففلة الحمرة عندي ايضا البطاطس والجزر اي خزو اللي كانكون مقطعتهم كلهم قطع صغيرة فبسم الله هنا في مقلاته كنضيف زيت نباتية ومن بعد كنضيف عليها البصل وكنحرك المكونات مزيلا مع بعضياتهم وكنخلي ذاك البصل حتى كدبال على هاد الشكل وكيصبح يعني اللون ديالها مختلف يعني ضوغي يعني رات تحمرة لدينا واحد شوية عاد باش كنضيف ذاك الفصل الكبير من التوم كنخلط لكل جيدا ومباشرة كنضيف القطع من صدر الدجاج ومن بعد كنحرك مزيان تقريبا من دقيقة حتى جوج دقائق كيصبح لنا اللون ديال الدجاج وبيض عاد باش كنضيف عليه الخضروات اللي أسبق لي وذكرت تنقصوا منا او لا تزيدوا منا على حسب انتوما لكمية اللي بغتو تحضروا بالنسبة لي انا فقد نحضر صينية كبيرة الحجم لهذا عندي شوية المكونات كثيرة فهنا كيفما تلاحظوا معا الخضروات كنضيفها إلا بغيتو تستغنوا على أي خضروات ما كتبغيوه وكي يبقى لكم الضوء والاختيار مهم أن هذه الخضروات كلها ركاة جيزوينة وصحية واللي ما بغيتو منها فيمكن لكم تلغيوه هنا كنحرك هذ المكونات جيدا عادة باش كنناخد واحد الغطا يدي الميقلات وكننغطي على الميقلات وكنخليها على نار كتكون متوسطة حتى كتطيب ليدك المكونات في الكمية من المياه اللي كتطلقها لنا الخضروات على نار متوسطة كيفما قلت لكم فكيفما كتلاحظوا معي هنا الخضروات يطابط على هذ الشكل وتشرب لديك الكمية لبلول او للماء اللي طلقت الخضروات عادة باش كنضيف التوابل والقزبور والمعدنس وايضا الملح بالنسبة للتوابل فكتضيف لحسب الرغبة ديالكم ايضا ما تقيدوش بنفس التوابل اللي درت هنا سوف نحرك جيد ونطفي على المقات ونخليها جنيبا بالنسبة للمعجنات او للمعكارونا فعندي من نصف كيلو هذ النوع او لأي نوع كتفض لونتوما زيت نباتية والملح هنا في طنجرة وضعت الماء وصل لدرجة الغلايا مضفت عليه الزيت وايضا للملح وايضا للمعكارونا او للمعجنات ثلاث ملاعق كبار من الزبدة او بالأحرى اربع ملاعق كبار من الزبدة واربع ملاعق كبار من الضقيق الابيض المخصص للحلوية اي دقيق الفورس الفارينة الليتر من الحليب القليل من الملح والقليل من الابزار على نار كتكون متوسطا كنا بدنا نحمر هذك الضقيق مع الزبدة على هذا الشكل حتى كدو بيديك الزبدة وكد تخلي يفعل كمية من الدقيق فكنا خلي هم يتحمر واحد شوية على هذ الشكل وهنا المعجنات اولى المعكرونا فكيصبح عندي مستويين كنطفع لهم النار وكنا بقى بتحرك المتواصل كنحرك الزبدة وايضا الدقيق واخيرا كنضيف القليل من الحليب وكنحرك لكل جيدا وكنم قنضيف الحليب وانا كنحرك باش كده ما تكور لنا ديك الكمية ديال الدقيق اللي حمرناها صافي بعد ما كنضيف داك الليتر من الحليب كله كنحرك المكونات مزيان وكنخلي هم حتى كيوصلوا لدرجة الغلايان فمن كيغليو لنا كنتحصطوا على هاد الشكل اللي صافي هنا كتصبح صلصة البشعمال عندي جاهزة فهي كتكون خفيفة يعني ما كننخلي حتى كتقال كتبقى عندي خفيفة بنسبة المكارونا فمن بعد ما سقطرت من ديك الكمية ديال المألي كتكون فيها قسمتها الى قسمين فالقسم الاول كيف ما كتلاحظ معي هو هاد غض ينضيف عليه كمية البيشعمال نصف الكمية من البيشعمال ما كنضيف كلها فقط كنضيف نصف الكمية على هاد الشكل ومن بعد كنحرك ديك اللاصص البيشعمال مع المأكار هنا كنحرك مزيلا مع بعضياتهم حتى كيد داخلوا جيدا في بعضياتهم هنا كتصبح عندي الطبقة الاولى اللي غادي نفرش الصينية جاهزة فكيف ما كتلاحظوا معيها ديك الصينية كيف ما كتلاحظوا معراها كبيرة من الحجم الكبير إلا بغت انتم تدرو الصينية صغيرة فكت تستعنوا بكمية قليلة من كل مكونات صف هنا كنسرح الماكارونا على هات الشكل كطبقة أولية عدب عياش كنضيف طبقة تانية واللي هي طبقة الخضروات كيف ما كتلاحظوا معيه فهما هادو فكنحاول نوزع هذه الخضراء على طبقة البشام الكول كيف ما كتلاحظوا معيه بالنسبة الخضراء فضروري ويخصة تكون ناشف من كمية المياه أو البلول اللي كتلق علينا على هات الشكل فالشكل واضح لكم على الفيديو وهنا نجيب نجيب الكمية اللي طبقة عندي من المعجنات أو من المعجنات ونضيف ها كطبقة ثالثة نحاول نوزعها حتى تضغط هذه الطبقة الثانية طبقة الخضروات ما كتبق شبان كتبان غير طبقة من المعجنات وعاد باياش كنضيف الكمية اللي طبقة عندي منصص بشامال على هات الشكل كنحاول نوزع على الوجه ديال ديال الصينية أو ديال معجنات فكن نغطيها كلها بكمية البشامال فالأثناء أنا كنشعل على الفورن من فوق من تحت كيس خن أنا عندي فورن غازي وكل سيدة والخلفية ديال الفورن ديال فكن شعل عليه كنخلي كيس خن من بديد يعني كن منطي الصينية ديال فصاف كيف ما كتلاحظ معايا هنا غطيت الوجه ديال المعكار هنا كله بسلسط البشامال وأخيرا غد نضيف القليل من الجبن من الأحسن تضيف وجبن المتزاري لك أنا متوفر أنا عندي جبن أحمر عادي مبشور فغاد نضيف منه كمية على الوجه ديال بشامل على هادي الشكل ومباشرة كنت خلصين للفورن كيف ما قلت لكم لكي يكون سخور مسبقا كان خلال تقريبا 11 10 دقائق حتى تدوب لك الكمية ديال الجبن وكتحمر الوجه ديالها وبالنسبة لكل المكونات فهي طيبة مسبقا وهذا هو الشكل اللي كان تحصل علي الصين اللي صراح كتجي لدي ضف المداق صح تستحق التجريبة نتمنى إن شاء الله وصفة لإعجابكم إلى عجباتكم فما تنسوش تخلي بليه إعجاب وأيضا تعليق محفز وكن قول بسلام عليكم وفي أمان الله لحلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر